اشتركوا في القناة اهلا بيك يا دكتور سعيدة جدا بجد وجودي معاك وجودي مع مشاهدين برنامجك حياتنا برنامج جميل جدا بجد وسعيدة قوي ان انا موجودة معاك النهاردة يا رب نكون كده ديو في خفاف والناس تحبين ربنا خليك يا رب استاذ امل حياتنا لو ابتدينا من البداية مش هنبدأ بقى من اول الخليج ومن اول سيدنا ادم 60 حوى بس هنبدأ من اول بداية اي حياة اكتماعية بتبقى مبنية على الطرفين المعادلة تمام هو بس احنا لازم نتكلم على فكرة ان الناس فهمة الحياة الزوجية غلطة ان هو لازم ان احنا انا شخصيتي تبقى اقوى انا كلمتي اللي تتسمع سواء بقى راجل او ست هما الاتنين داخلين يعني حطين في المخهم ان احنا لأ بنا وبنبعد احنا ايه انا بتشوف مين هيمشي الدنيا فيه وقت احنا يعني ما بناخدش بالنا منها اولها ان احنا الطرفين مختلفين يعني انت طبيعة شخصيتك كراجل شخصية عملية شوية فاشل عاطفة زيادة احنا كستات نكون عاطفة عندنا اكتر فاحنا بحب نسمع كلام حلوه اكتر الراجل ممكن يعني ترجم حبه واهتمامه بأسرته ده بانه هو مسلا يشتغل يوفر لهم احتياجاتهم فدي المشكلة اللي تقابلنا ان احنا ان الستة دايما ما بتاخدش بالها من النقطة دي فتلاقي دايما فيه سرعات احنا لو احنا نراعي الاختلافات بين الطبيعة في الطبيعة يعني اكيد لازم تكون انت مختلفة عني اكيد احنا نحاول ان احنا نقرب لبعد بس نراعي ان احنا مختلفين هنقدر نوصل لنقطة التقاء ان احنا مش دخلين لنا حرب ان مين ينفس كلمته ومين يبقى كلمته هي المسموع في البيت لا فيه ود وتفاهم وفيه حوار مشترك وفيه احنا ممكن نتكلم مع بعض نشوف الموضوع ده يعني هنتكلم في ايه لا احنا النهاردة عندنا مشكلة كذا طب احنا نقترح حلول نفتح بول المشكلة اه والحل الاصلح والحل الامثل هو اللي يمشي يعني لا رأي ولا رأيك ولا ممكن رأي حد من الاسرة حد من الابناء يبقى هو الصحة في اي مشكلة فاحنا لازم نروع الجزئية دي فاحنا كنا بنتكلم في نقطة ان احنا لازم اي حد يتدي حياة زوجية جديدة انه هو يعرف ان فيه اختلاف وان احنا مش داخلين حرب وداخلين حياة زوجية لازم تكون سعيدة فنساعد على انجاح وجزئة زمن الاختلاف ده شيء طبيعي بيحصل بين اي حد ممكن يحصل بين زميلك في الشغل ممكن يحصل بينك وبين عربيا تركبها حد ما عندي من جنبك بس ما فيش حياة من غير المشاكل يعني احنا عندنا حبة الملحة والفلفل زي ما بيقولوا كده بتاعة الحياة الزوجية بس طبعا هي درجات يعني ممكن حد يبقى عنده مثلا مشكلة صعبة جدا يعني ما تقدرش تتعايش معاه اكتشف يتمسى بعد ان هي جوزته ان هو بخيل مثلا ان هو بيكلم غيرها 20 ألف واحدة في حاجات قطلة يعني دي ما ينفعش ان احنا نتهون فيها لكن في حاجات ممكن تعدي عصب شوية ممكن هي تقدر انها يعني تمشي الدنيا بانها تبعد شوية عنه وفقت العصبية انها ما تقفش قدامه انها تحاولت يعني تاخد منه الكلمة الحلوة بطريقة هادية كده ممكن تقوله حاضر وطيب في ساعتها وبعد كده تعادبه وطلومه يعني ما بنقولش نلغي شخصية لكن فيه مثلا مشاكل بتعدي عادي كل يوم هنتخانئ كل يوم هقولك لا انا عايزة مش عارفة اشتري ايه وانت تقول لها السلام مش فاضي الحاجات البسيطة دي بتعدي في كل بيت مصري وفي كل حاجة بس طريقة العلاج هي دي اللي بتخلي الحياة تستمر بالضبط او الحياة تقف تمام هيل جدا طيب انا هسمي كل الحاجات اللي احنا هنقولها دي تحت حاجة بقى اهداء مني لك كده هنسميها تحت اسم رسالة امل اللهي انا بس يعني انا حابة ان احنا ان انا فعلا ادي زي رشدة كده للزوجات عاماته لان احنا برضو بنظلم احيانا الرجالة انا بشوف الرجالة اه طبعا فيه رجالة وحشين بس فيه رجالة مظلومين في فكرة ان ست طول الوقت عايزة الكلمة الحلوة عايزة المعاملة الطيبة جدا عايزة تشوف الحاجات اللي بتشوفها في المسلسلات والافلام وكده فاحنا بنقول ايه لأ ده احنا في عالم واقعي لازم نبقى عايشين في واقعية ان انا اعرف ظروفي غير ظروف غيري انا دلوقتي انا ممكن كامل عندي دلوقتي في البيت ظروف معينة جزوجي عنده شغل واحد فيه واحدة تانية ممكن تكون زوجها بيشتغل شغل يعني شغلتين عشان يكفي التزاماته فلازم تكون دية مقدرة المجهود اللي هو بيعمله عشان خاطر يكفي التزامات البيت وان ده ممكن يكون عنده وقت يتكلم او يخرج ده ما عندوش فانت لازم تكوني واقعية وفهمة حياتك ايه هي السيستم بتاعها عشان ترتاحي وترياحي لقدامك يعني انا مستخلص كده انا عادة اكتب وراكي طبعا مستخلص كده من وراء اللي حضرتك بتقوليك ان فيه الديفل تايم او اللي هو الستاندر الوقت اللي هو العادي وفيه وقت اللي هو المميز اللي هو الكوالي تايم ايه يعني نازم يكون عندنا وقت نخرج فيه وقت هنشتغل وقت نهتمل بنفسنا وفيه جزئية كبيرة جدا يعني مهمة قوي ان الناس بتقع فيها فكرة الملل دايما بعد مثلا سنتين ثلاثة تقول لك احنا بقنا اخوات خلاص بقى مفيش بقى حب ومفيش اهتمام ده بيجي ليه اذا رقاها اثرته لا عادي بقى عادي بقى اوه بقيت اختي عادي لون لكش مشكلة واشوف غيرها لا بس انا شايفة ان الست هو الراجل برضو يعني عليهم عامل لفكرة التجديد يعني انا مش لازم معايا فلوط كتير جدا عشان اجدد بس ممكن هي تغير لك كل شوية تجيب لبس جديد كل فترة ايه الستات بتحب عمتا يعني منها تكون شكلها حلو هحفظي على نفسك واهتمي بنفسك ويتغيري لون شعرك غيري ليه حاجة في البيت غيري لبسك غيري ستيلك كل فترة لازم يكون في تجديد برضو الراجل نفس الطريقة ممكن ياخدها مرة لا انا النهاردة هنخرج انا وانت بس بعيدا عن الاولاد او كده بزبط احنا وقت الاولاد ده الواحده وانا وانت دينا وقت الواحده ان شاء الله مرة في الشهر ان شاء الله مرة كل شهرين انا وانت هنخرج النهاردة او انا محضلك مفاجأة حلو او يجيب لها بوكي ورد حلو او هدية بسيطة جدا الحاجة دي مش مكلفة يعني دي اللي هتخلي الحياة الزوجية مفاشل ملل مفاشل فطور مفاشل خنائت مفاشل وانا وانت يكون دايئة جدا وانا شوف بوكي ورد حلو كده داخل علي دنيا بتهدى فهي دي الفكرة مش كنت جيبت بتمنى فلوس الورد ده كنت جيبت بفلوس حاجة تانية لا 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 بص مهما انت كوني ستة عملية بتحب الورد يعني اعتقد كده ان يفيش واحدة في العالم هتجيب لها بوكي ورد شكله حلو وهتبقى متضايق او هتقولك الفلوس دي نجيب بها حاجة لولاد لا يعني لا اعتقد ان ليه تأثير اصلا انت يعني بص الورد ازاي حاجة رومانسية ورقيقة وبتعبر قد ايها اللي قدامك ويحبك يعني ازاي ما انت تقول كده ايه انا ممكن اجيب بها حاجة تانية لا فكرة انه فضل يجيب لك ورد على انه يعمل حاجة تانية لنفسه او يجيب لك حاجة عملية لا دي حاجة حلو خلينا عارفة لو رجعنا كده احنا بالزمن فترة كده مش كتير لو رجعنا عشر اتنوشر خمستاشر سنة ورد هنلاقي ان احنا كنا بنعمل اهدايات لبعض في الازاع هدايات لبعض في القناة حقيق ورسالة دي مني اللي فلانة الفلانية لولدتي لأختي لعمي لخالي ده اللي هنا اللي هنا لما بعدنا عن الجزئات اللي هي تهادو تحبو جزئات حقيق خلوة يعني بص الفكرة دي موجودة لسه فيه برامج بتعملها بس الفكرة ان الناس ما بقتش بتتابع برامج او اذاعة زي الاول انت بتتابع الازاع سوشال ميديا اه احنا بنتابع احنا لجمين العربية واحنا سيئين في الطريق ده اخرنا يعني لكن احنا في العادي في البيت ديش هتسمع او ما بقتش تبتسل احنا دلوقتي كلنا على سوشال ميديا للأسف اه على سوشال ميديا مسكين موبايلاتنا بديبقى الاسرة كلها قاعدة مع بعض وتلاقي كل واحد ماسك تليفونه في حتة تاني جماش في توصل اصلا يعني تهدو تحبو اه دي صبعا دي جميلة وان ياريت الناس اصلا ترجع تاني من القيم الحلوة وان احنا نهادي بعض وان احنا نزور بعض في جران نسأل عليهم يعني ممكن تكون نعايش في عمرة دلوقتي ما تعرفش من جرانك اصلا بالظبط او عارفهم شكلا كده فما فيش اي علاقات بينك ومنهم خصوصا لفترة بعد فترة كورونا اللي كنا فيها دي بس هو كورونا هي لها طبعا اضرار كتير جدا يا رب يا رب الفيروس ده ينتهي يعني لانها ضرت العالم كله ومصر طبعا تضرت منهم في كل نواحي لكن فيه انا شايفة ان كانت الكورونا فيها برضو بعض المنح يعني فيها حاجات حلوة اولها ان في فترة الحظر اللي احنا قعدناها مع بعض دي احنا قعدنا مع بعض كتير وتحسين احنا فهمنا بعض اكتر يعني كنا بنبعدين في البيت مش عارف ابنك بيعمل ايه مندمج او بتنزل شغل او تقولي اليوم برا دلوقتي بتدينا نشوف اولادنا بيعملوا ايه نركز معاهم بتدينا نبص كده لنص الكبال مليان ايه اللي حاجات اللي احنا ممكن نعملها في وقت الفراغ فكنا فيه ايام الحظر كنا بندور على ايه نعملوا مفيد فبتدينا نرجع تاني نقرأ نرجع تاني نعمل هواية يدوية حلوة جميلة زي زمان نرجع نسأل على بعض بالتليفون واحنا شايفين كمان ان بقى فيه تكافل يعني احنا بقينا الغاني او المقتدر او كده يبص للجانب والناس اللي هي ظروفها وحشة والناس اللي اتضرار بجد وخصوصا ان احنا طبعا حابين نعمل تهنيئة للجمهور بمناسبة دخول العيد وان احنا هنعيد وهنرجع تاني سوا فاحنا طبعا اكيد عايزي بقى تقول يعني حفزيهم حاجة كده يبقى طولنا المقترحات بتاعتهم تبقى رسالة امل مسك الختام انا بقولك كل سلام انت طيبين واكترحوا علينا بعد العيد هنرجع بشكل يعجبكم ان شاء الله وعايز اقول لكم بصوا يعني لبعض نظرة حب ونظرة ود وما فيش حاجة بين اي اتنين غير المواده والرحمة زي ما ربنا ذكر ويريد كلنا يعني نحرس ان يبقى فيه بيننا مواده ورحمة وحب وتفاهم وصبر وواقعية عشان ما ننساش نفسنا وناخدنا زحمة الحياة ان شاء الله عزي المشاهدين كان لازم النهاردة اختم بالجزء الاصيل من الحلقة زملتي استاذ امال نورتيني وانا كمان انا ادفع لك بالعكس ده انا سعيدة في وجودي معك والله استنونا كده بعد العيد رجعين معانا وفاجئة حلقوي تابعونا على السوش الميديا بعتقدنا كل مقترحاتكم على صفحتي على صفحة استاذ امال المجلي تحية اليكم كنتم معكم النهاردة محمد الشازلي السلام عليكم